يحتدم النقاش في الأوساط الليبية حول الملتقى الجامع ليكون الركيزة الأساسية والمحطة التي تحشد كل القوى الفاعلة جهودها نحوها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حدد موعد عقد الملتقى الجامع خلال منتصف شهر إبريل القادم مؤكداً أنه سينعقد في مدينة غدامس سلامة تعهد بدعوة جميع الفئة الليبية السياسية دون استثناء ودون إقصاء لأي طرف مضحاً أن انتهاء مهمة الأجسام القائمة لن تكون إلا بالانتخابات وليس من أهداف الملتقى الوطني الجامع إنهاؤها حسب قوله سلامة شدد خلال المؤتمر الصحفي على أن هدف الملتقى الأساسي هو الخروج برؤية ليبيا موحدة وغالبة لحل الخلافات القائمة ووضع حد لتدخلات الأجنبية فكرة الملتقى قائمة على ضرورة أن يقول الليبيون كلمتهم وأن يتفقوا معاً على خريطة طريق لإخراج بلادهم من حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والمالية والتفكك الاجتماعي الملتقى الجامع جاء أيضاً في حديث مندوب ليبيا بمجلس الأمن المهدي المجربي الذي أكد بدوره على أن حكومة الوفاق تعقد الأمل على الملتقى مشدداً على أنه لا توجد وسيلة للخروج من هذا الوضع ولا حل للأزمة الليبية إلا عبر صراديق الاقتراع يعقد الليبيون الأمل على اجتماعات المؤتمر الوطني الجامع الذي ترعاه الأمم المتحدة للخروج من حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية في ليبيا ووضع حد للتجادبات بين الأطراف المختلفة وطالب المجربي خلال كلمته المجتمع الدولي بنبد الخلافات والمساعدة على إنجاح جهود غسان سلامة في عقد المؤتمر الجامع للوصول إلى اتفاقات تنهي الخلاف بين الليبيين مؤكداً أن حل الأزمة لا يملكه طرف واحد وإنما يجب إشراك الجميع للوصول إلى الحل المنشود وعلى الرغم من كل هذه التصريحات والتوضيحات حول الملتقى المأمول فإن عدداً من التساؤلات تبقى عالقة تبحث عن إجابات واضحة لتطمين المتخوفين وتشجيع المترددين للمشاركة في هذا المحفل ليكون نقطة تحول ومحطة توافق حقيقي في المشهد الليبي